إلى تفاصيل مجددا أهلا بكم علنت وزير العمل وشؤون الاجتماعية كويستان محمد أن وفدا من الوزارة سيزور العاصمة بغداد مطلع شهر أب بشأن زيادة المنح المالية لذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة صرف الرواتب الرعاية الاجتماعية التي تم قطعها منذ عقد من الزمن عن الأسر المستحقة في الإقليم وقالت محمد في مؤتمر صحفي أن وفد الوزارة سيذهب إلى بغداد من أجل موضوع زيادة المرتبات والمنح الشهرية لذوي الاحتياجات الخاصة أسوة بأقرانهم في وسط وجنوب العراق وأضافت أن الرواتب الرعاية الاجتماعية والتي تم قطعها منذ عام 2015 سيكون الموضوع الآخر مطالبة بصرفها أسوة بأقرانهم في باقي مناطق العراق والبالغ عددهم مليوني أسر وأن يستفيد الفقراء في إقليم كردستان من ميزانية البلاد سنوات بحسن خطوة آتزم لذلك السباقات الإدارية المتحدة لذلك السنظر على سنتر الأوتزم والأطلاق والأطلاق دائن دائن كمانو جان كردوتاو